خليني بقى أروح لآخر حاجة بعض الكواليس في قصة كلاتنبرج واللي هو عايز يطبقه في مصر للحد من الأخطاء التحكمية الفادحة اللي بتحصل خلال الفترة اللي فاتت اللي فيه 16 نادي على الأقل المتفقين عليها كلاتنبرج بدأ يعمل ايه؟ بدأ ينسق مع اتحاد كرة القدم ايه؟ ايه بقى؟ ودي حاجة احنا قلناها بلكده عملية إذاعة كواليس ما يدور داخل غربة البار خصوصا في الحالات الجدلية وانه هو يشرحها بنفسه بس خد بال حضرتك ده حيحصل امتى؟ اعتقد ان ده من المحتمل ان يتم تجربته في الجولة الاخيرة من الدوري هذا الموسم او من بداية الموسم الجديد لان هناك بعض التجهيزات في التصوير وفي الـ IT الـ IT ده اللي هو مسؤول التكنولوجيا عن إذاعة هذا الأمر موضوع البار ازاي يطلع الصوت والصورة والتصوير حيبقى ازاي في غرفة البار مش سايب حاجة لحد هو ده الكلام اللي بيقوله ومقسم الشاشة الأربع عجزاء لكن هو بلغ الحكام كلها انه هيعمل كده وان دي كانت تجربته في اليونان في البداية وجهت بعض الصعوبات وبعض المشاكل الفنية والتقنية زي اللي بيحصل هنا وحلها وازاع حالات بكواليس حوارات غرفة البار مع حكام الساحة اعتقد ان ده هيبقى شيء جيد جدا كمان كلاتنبرج كان مندهش جدا من بعض الحالات اللي اخدت اكتر من ست دقايق مراجعة في الفار الحمد لله والشكر الله مش اسلام اللي بيقول هذا الكلام ولا جمهور الاهل اللي بيقول هذا الكلام ده الراجل مش مقتنع ان انا الحلقة قدامي هي وشايفها واطلع مش عارفة شوفها قعد ست سبع دقايق شوفها يعني مش ممكن والله الواحد يعني كان بيقولها كده لكن هو الراجل نفسه قال هذا الكلام قال لازم ان القرار يكون في خلال مش لازم 30 ثانية طبعا هو قال كده لكن القرار لو من 30 ثانية لدقيقة اعتقد يبقى جيد جدا اتمنى ان كل اللي بيتقال ده يحصل لان كل اللي بيتقال ده لو حصل اعتقد ده هيبقى علامة كبيرة جدا جدا لما سيحدث خلال الفترة القادمة من تقدم للتحكيم في مصر مهما كانت المعوقات ومهما كانت المقاومة من بعض رؤساء لجان التحكيم السابقين اللي من حقهم كل واحد من حقه على فكرة يعني انا ما عنديش مشكلة ان كل واحد يطلع وبيحاول ان هو دايما يحافظ على من وجهة نظره انه التحكيم في مصر من وجهة نظر كل واحد لكن عايزين نشوف تجربة جديدة عايزين نشوف عدد كبير من الحكام المصريين بيحكموا نهاية افريقيا وبيحكموا في كأس العالم وبيحكموا في كأس العالم للاندية ما شفناش الحاجات دي بقى انها كتير قوي قوي فنفسنا نشوف الحاجات دي قريب ان شاء الله وده يكون ان شاء الله من خلال كلاتنبرج على فكرة كلاتنبرج لو لم ينجح هنبقى اول ناس هنقول هذا الكلام مش معنى الكلام اللي انا بقوله ده ان انا لا لو لم ينجح هفضل اقول ان هو لم ينجح لكنها تجربة ولاحد عايز يدعمها علشان نشوف شكل جديد للحكام مشانا يضيع مني الدوري السنة اللي فاتت وغالبا الدوري السنة دي والسنة دي لغاية دلوقتي يضيع مني 14 نقطة وردتها لحضراتكم صوت وصورة 14 نقطة ضيعين من النادي الاهلي بسبب التحكيم في مصر فانا تمنى ان يكون هناك تغيير